هلا وغلا دائما في ألعاب الفيديو تبرز فيها حاجات تخليها تتميز عن غيرها مثلا الصندوق في لعبة دمتالغير لو شفت لعبة ثانية وفيها شخص تخبى داخل الصندوق على طول بتقول جالس قاعد يقلب سنيك وانت منت بغلطان لأن في هذه الحالة تسمى إيستر إيج وهي مقصودة ويعني حاجة تنظاف عشان تذكرك في لعبة أو عمل ثاني مشهور وغالبا تعني تقديم الاحترام لهذا العمل من فريق التطوير في هذا الفيديو جبنا لكم خمس ألعاب صار فيها إيستر إيج لألعاب ثانية قبل ما نبدأ لا تنسون اتزروا اللايك واشتركوا في القناة وفعل الجرس معكم بعد الشيحة وخلونا نبدأ هذا الفيديو برعاية زين الفايف جي أسهل الفايف جي أسرع الفايف جي أكبر حول للفايف جي الفايف جي زين لعبة زلدة في كولف دوتي لعبة أسطورة زلدة غني عن التعريف وتكلمنا عنها كثير في قناتنا طبعا هي منوعة الأكشن والأر بي جي وأيضا لعبة كولف دوتي غني عن التعريف وتكلمنا أيضا عنها كثير في قناتنا وهي من نوع لعبة حربية تصويب بالمنظور الأول طبعا ما في أي تشابه أو علاقة بين اللعبتين أبدا أجل كيف قلت لكم أن لعبة زلدة تواجدت في لعبة كولف دوتي أنا أقول لكم في لعبة كولف دوتي غوستس بالذات في مكان كبير مثل مكتب وفي طاولة عليها صورة بنت وكاس تكريم لاحظتوا شيء؟ كاس التكريم على شكل العملة النقدية في ألعاب زلدة أو الروبي ولما تقرأ المكتوب على الكاس التكريم بتتأكد أنهم يقصدون شخصية لينك من لعبة زلدة لأنه مكتوب جائزة أكثر أعشاب تقطعت وأكثر جرات تكسرت طبعا من غير ما حد يدري لينك يقطع أحشائش وأعشاب ويكسل جرات في ألعاب زلدة شيء رهيب فعلا لعبة أساسنس كريد من أشهر سلاسة الألعاب عن شركة بيصوفت وهي اللي وضعت الأسس في ألعاب العالم المفتوح واخترعت فكرة الأبراج فيها وسلسلة The Witcher اشتهرت من بعد جزء الثالث الرهيب واللي الكثير لعبه وحبه خصوصا أنه كان فيه تعريب نصوص قوائم طبعا شهرة امتدت وصار له مسلسل في نتفليكس ناجح والموسم الثاني جاي في الطريق اللعبتين بينهم تشابه أنهم ألعاب عالم مفتوح واستكشاف لكن في لعبة The Witcher 2 راح تلقى جثة طائحة على عربة من القش ولابسه من عابس الأساسنس ولما تخلي قرأة تقرب له راح تسمعه يقول ما فيه فائدة يتعلمون طبعا جالتي استهزئ فيه شخصية الطائر وأنه قفز من فوق ولقى حتفة للتذكير هذا الفيديو برعاية زين لعبة ماينكرافت في لعبة بورتال لانتز ما في لعبة اشتهرت وباعت بالشكل اللي باعتها واشتهرت فيه لعبة ماينكرافت هي بدأت بمطورين ناشئين وبعد من لعبة بدأوا ويلعبونها ناس كثير ومشاهير كثيرة الناس التفتت عليها وصار من أكثر ألعاب شعبية لدرجة مايكروسوفت اشتروا فريق التطوير واللعبة ولا زالت تبيع على جميع الجهزة لعبة بوردال لانتز هي لعبة تصويب منظور أول مع أسلوب كرتوني وهزلي وفيها عوامل ألعاب العالم المفتوح وصدر منها ثلاثة جزار رئيسية وجزء فرعي وفي لعبة بوردال لانتز 2 راح تلقى مكان داخل جبل فيه منجم ومسجوت بينه طوب شكله مألوف لما تكسر الطوب وتدخل إلى عالم ماينكرافت وتلقى فيه أنواع الصخور وهم شيء وحوش الكريبر اللي من ماينكرافت واللي يضحك أنه نفس الرسوم اللي كانت موجودة في لعبة ماينكرافت البسيطة متل جير سوليد في لعبة غوست ريكون في التسعينات صدرت لعبة رفعت سقف الجيم بلاي القصصي في الألعاب وهي لعبة متل جير سوليد فقدمت قصة متميزة بشخصياتها وطريقة السرد اللي كان فيها وأيضاً الجيم بلاي التجسسي اللي فيها واللي صارت تسوي ألعاب كثيرة مثلها وتقلدها وواحد من ألعاب اللي قلدتها كانت لعبة سبلين ترسل واللي كانت فكرتها في الأساس تقليد لمتال جير لكن راح تكتشف أن اللعبة ما هي فقط تقليد أعمى لأن فيها حوارات كان فيها مميزة وتقديم شخصيات مميزة والقصة أيضاً مميزة ومبنية على الكتب الكاتب المشهور توم كلانسي وحتى الجيم بلاي أيضاً كان مميز وأصبحوا هذه السلسلتين مكتسحين عالم ألعاب التجسس لفترة طويلة وفي لعبة غوست ريكان وايلد لانت أعلنوا عن وجود إضافة بيكون فيها قصة وشخصية خاصة بلعبة سبلين ترسل وهو بطلها سام فيشر وراح يدور حوار بينه وبين وحده يقول لها أنه كان في شخص يعرفه في الجيش ويلبس بندانة طبعاً يقصد سولد سنيك بعدين ردت عليه إيه سمعت أنه تقاعد بعدها يرد عليها ويقول لها صدق يعني بس باقي أنا في طريقة حزينة طبعاً هذا يبدأ احترام كبير من المطورين اتجاه سلسلة متال جير ناكلز وناكلز وناكلز في لعبة ديو سي اكس مانكاين ديفايدت أوكي هذه يبيه لها تركيز شوي في لعبة في سيغا قديمة اسمها سونيك أند ناكلز حلو؟ تمام فيها شخصية سونيك ومعها شخصية ناكلز لكن وجودها في اللعبة تحس أنه ضيف مو شخصية رئيسية تمام؟ تمام طيب في فترة التسعينات انتشر التعاونات كبيرة بين شركات وأحياناً نفس الشركة لكن من العنوين مختلفة فيهم مثل لعبة شن مقامي تنسي ثري كان مكتوب في الغلاف فيوتورينغ دانتي يعني دانتي من لعبة ديفل ميك راي وما بعدها الناس صارت تستهزئ في أي تعاون مو منطقي في لعبة معينة بعبارة أنت ناكلز يعني مثلاً نقول لعبة كراش باندكوت فور أنت ناكلز فهنات من فكرة؟ هو ميم أصلاً طيب في لعبة اسمها ديوس إيكس مانكاين ديفايدت وهي الجزء الثاني في السلسلة الجديدة فكرتها أنها لعبة مغامرات تجسس وتصويب من المنظور الأول وفيها مكان تلقى على رف الصناديق ألعاب مكتوب عليها ناكلز أند ناكلز أند ناكلز طبعاً واضح أنهم يقصدون الميم المشهور وقاعدين يطقطقون عليه أتمنى الفيديو أعجبكم وأشوفكم على خير في فيديو ثاني ومع السلامة